بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فحياكم الله في المحاضرة الثالثة من الوحدة الرابعة وكنا تكلمنا في هذه الوحدة عن أقسام الخبر باعتبار قائله وتكلمنا في المحاضرة الأولى عن النوع الأول وهو الحديث القدسي وفي المحاضرة الثانية تكلمنا عن النوع الثاني وهو الحديث المرفوع وفي هذه المحاضرة وهي الثالثة سوف نتكلم عن الحديث الموقوف وسيأتي بعد ذلك الحديث عن الحديث المقطوع والكلام على ما يتعلق بالصحابة وما يتعلق بالتابعين قلنا أن القسم الثالث من أقسام الحديث باعتبار قائله أو باعتبار من يسند إليه هو الحديث الموقوف وسنتكلم فيه عن عدة مسائل المسألة الأولى التعريف من حيث اللغة الموقوف هو اسم مفعول من الوقف من وقفة وقف اسم الفاعل واقف واسم المفعول موقوف كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابة ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد يعني لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حيث اللغة من حيث الاصطلاح فيعرف العلماء الحديث الموقوف بأنه ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل أو تقرير إذن مرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما الموقوف فهو ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل أو تقرير مسألة الثانية في شرح التعريف المقصود بهذا التعريف هو أن ما نسب أو أسند إلى صحابة أو إلى جمع من الصحابة يقال له موقوف سواء كان هذا المنسوب أو المضعف إليهم قول أو فعل أو تقرير وسواء كان السند إليهم متصلا أو كان منقطعا ففي كل هذه الأحوال يقال له موقوف ما دام وقف به على الصحابة ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الثالثة وهي أمثلة للحديث الموقوف نحن ذكرنا أن الحديث الموقوف قد يكون قوليا وقد يكون فعليا وقد يكون تقريريا فمثال الموقوف القولي قول الغاوي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكنذب الله ورسوله فهذا من قول علي لم ينسب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وقف به على علي رضي الله عنه فهذا يقال له موقوف وهو موقوف من قوله مثال الثاني على الموقوف الفعلي قول البخاري وأما ابن عباس وهو متيمم فهو فعل موقوف على ابن عباس قام به وهو الإمامة وهو بالتيمم المثال الثالث مثال الموقوف التقريري كقول بعض التابعين مثلا فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر علي يعني أن الصحابي أقره فهذا يقال له موقوف تقريري المسألة الرابعة وهي استعمال آخر للموقوف يستعمل اسم الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة لكن بشرط وهو أن يكون مقيدا فيقال مثلا هذا حديث وقفه فلان على الزهري أو على عطاء ابن أبي رباح ونحو ذلك فالزهري ليس من الصحابة لنما هو من صار التابعين وكذا كعطاء ابن أبي رباح من التابعين فنحن نستخدم لفظ الوقف لكن بالتقييد هذا وقفه فلان على الزهري موقوف على فلان فتكيدنا بقولنا على فلان استخدم الموقوف بمثل هذا التقييد مع غير الصحابة المسألة الخامسة اصطلاح فقهاء خراسان فقهاء خراسان لهم اصطلاح خاص بهم حيث أنهم يسمون ما رفعنا بسرعه وسلم خبر ويسمون الموقوف الذي وقف على الصحابة أثر يسمونه هكذا وهو استخدام شاء لكن المحدثين في الجملة يسمون كل ذلك أثرا لأنه ما أخذ من أثرت الشيء أي رويته المسألة السالسة والأخيرة عندنا المتعلقة بالحديث الموقوف وهي هل هو حجة؟ هل يحتج بالموقوف كما يحتج بالمرفوع؟ الموقوف كما عرفنا وتقدم وهو واضح أنه قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا لكن حتى لو ثبتت صحته فهل يحتج به كما يحتج بالحديث المرفوع الذي ثبتت صحته؟ الجواب عن ذلك أن الأصل في الموقوف عدم الاحتجاج به هذا من حيث الأصل لماذا؟ لأنه أقوال وأفعال صحابة لكنها إن ثبتت يعني صحت فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة يعني يحتج بها في مثل هذا الأمر لأن حال الصحابة كان هو العمل بالسنة بسنة نبي صلى الله عليه وسلم فبناء عليه يقال أن فعلهم يعني يقوي مثل هذه الأحاديث الضعيفة ويصير حجة وكذلك فيما لو كان مثل هذه الأقوال أو الأفعال الوالدة عن الصحابة حظيت بإجماع الصحابة عليها ولم يعرضها شيء من النصوص المرفوعة فهذا يعني يحتج به على تفصيلات معروفة في مظنها هذا كلام نقوله في الموقوف إذا لم يكن له حكم الرفع كما سبق معنا أما إذا كان له حكم الرفع كالصور التي ذكرناها سابقا في الدرس الماضي المتعلق بالحديث المرفوع فهو حجة كالمرفوع صراحة أي أن المرفوع حكما وهو ما كان صورته من حيث النظر موقوفة لكن احتفت بها قراءة جعلته مرفوعا هو حجة لا فرق بين المرفوع الحكمي والمرفوع صراحة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد ونقف على هذا الحد فيما يتعلق بالحديث الموقع